أطلقت مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية فعليات مبادرة انت الحياة والتي تستهدف عددا من أهالي القرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة القنطرة غرب تهدف مبادرة انت الحياة إلى تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون والتي من شأنها أن ترفع من قدر العلاج وتقديم قوافل طبية وقد تضمنت فعليات هذه المبادرة استقبال حالات الغارمين وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتغاطي النهاردة مجلس القوم المرأة بيشارك معنا النهاردة في أنشطة ومحاضرات توعوية محاضرات تسكوفية خاصة بتنظيم الأسرة بالإضافة أننا عندنا النهاردة أكثر من ست ورش عمل حرفية للسيدات المجلس القوم المرأة شغال النهاردة معنا منذ انطلاق الفعالية النهاردة من صباح الباكر والحد النهاردة زي ما حارك شايف أن الخيمة ممتلئة بالسيدات الفضليات علشان محاضرات التسكيف الأسري طبقا لتوجهات سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة معنا النهاردة مجلس حقوق المرأة اللي بيقدم خدمات كبيرة جدا منها إصدار البطوكات الرقامية لجميع السيدات وبيعمل ندوات توعية وندوات إدمان وحاجات كتير جدا كل ده ضمن المبادرة وشايفين الأقبال التاريخي عليها